وشدد مدبولي على أن هناك توجيهات رئاسية مستمرة لتوطين الصناعات بوجه عام وخاصة الصناعات الأدوية والمستلزمات الطبية ما يعكس اهتمام الدولة بهذا الملف خاصة أن مصر سوق كبير ولديها احتياجات واسعة كما أن تصنيع في مصر سيمكن هذه الشركات المصنعة من تصدير للعديد من الدول وطلب رئيس الوزراء باهمية أعدد حصر شامل لما يتم تصنيعه حاليا من منتجات ومستلزمات طبية ومدى قدرة ما يتم تصنيعه محليا على الوفاء بالاحتياجات والمتطلبات المحلية وكذا القطة المستقبلية للتوسع في تصنيع وإنتاج هذه المنتجات الضرورية